بسم الله الرحمن الرحيم وبي نستعين السلامة والسلام على أشرف المرسالين سيدنا محمد بعد أن انتهينا من تقسيم الشركات إلى شركات أشخاص وشركات أموال نبدأ بالحديث بالتفصيل عن كل شركة من هذه الشركات فنبدأ بالحديث عن شركة التضامن شركة التضامن هي أحد شركات الأشخاص وذكرنا قول ذلك أن شركات الأشخاص هي الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي فشخصية الشريك فيها محل اعتبار فإذا حدث أن توفى أحد الشركاء أو حجر عليها أو شهر إفلاسه أو أعصاره أدى ذلك إلى انقضاء الشركة فنبدأ بداية بتعريف شركة التضامن فما هو تعريف شركة التضامن؟ عرفت المدة السادسة عشر من نظام الشركات التجارية السعودي شركة التضامن بأنها هي الشركة التي تتكون من شركين أو أكثر مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة وفي الحقيقة إذا نظرنا نظرة متفحصة في هذا التعريف نجد أنه لم يذكر جميع خصائص شركة التضامن لكنه ذكر الخاصية الأبرز والأهم في شركة التضامن وهي المسؤولية الشخصية والتضامنية للشريك المتضامن ليس في حدود حصة رأس المال المقدمة منه فقط وإنما في أمواله الخاصة لكن هذا التعريف أغفل خصائص أخرى من خصائص شركة التضامن كعدم جواز انتقال الحصص واكتساب الشريك صفة التاجر إلى غير ذلك من خصائص شركة التضامن والآن دعونا ننتقل للحديث عن خصائص شركة التضامن فنبدأ بالحديث عن الخاصية الأولى من هذه الخصائص وهي المسؤولية الشخصية والتضامنية فما معنى المسؤولية الشخصية وما معنى المسؤولية التضامنية من المعلوم أن كل شريك في الشركة التضامن يكون مسؤول عن ديون الشركة والتزاماتها بنسبة محددة بحسب ما تم الاتفاق عليه فلو تم الاتفاق على التحمل في ديون الشركة والتزاماتها بنسبة المشارقة في رأس المال فيكون كل شريك مسؤول مسؤولية شخصية عن ديون الشركة بنفس نسبة مشاركته في رأس مال الشركة إلى جانب هذه المسؤولية الشخصية يوجد مسؤولية تسمى بالمسؤولية التضامنية فما معنى المسؤولية التضامنية المسؤولية التضامنية تعني أن كل شريك في شركة التضامن هو بمثابة الكفيل أو الضامن لسائر الشركاء الآخرين فإذا لم يوفي الشركاء الآخرين بما عليهم من حصتهم في ديون الشركة والتزاماتها يوفي هذا الشريك عنه ومن الجدير بالذكر أن مسؤولية الشريك المتضامن الشخصية والتضامنية ليست مقصورة على الأموال التي يقدمها في رأس مال الشركة وإنما تتعدها إلى أمواله الخاصة أو ممتلكاته الخاصة فيستطيع دائن الشركة الحجز على أموال الشريك المتضامن الخاصة وأن ينفذ أيضا على هذه الأموال حتى يستوفي ديونه منها ولا يستطيع الشريك المتضامن أن يدفع مطالبة دائن الشركة بما يسمى بالدفع بالتجريد أو الدفع بالتقصين فليس من حقه ذلك فما المقصود بالدفع بالتجريد وما المقصود بالدفع بالتقصين المقصود بالدفع بالتجريد أي عندما يطالب دائن الشركة أحد الشرقاء المتضامنين بكامل الديون التي على الشركة والشرقاء فلا استطيع أن يقول له اذهب أولا فجرد الشركة والشركاء من أموالهم فعندما لا تجد لديهم مال تعال وأنا أعطيك ديونك كاملة ليس من حق الشريك المتضامن هذا الدفع كذلك ليس من حقه الدفع بالتقسيم فما معنى التقسيم أي أن يطالب الشريك المتضامن دائن الشركة بأن يقسم الدين على سائر الشركاء ولا يطالبه به كله وحده لأنه كما ذكرنا سابقا بمثابة الضامن أو الكفيل للشرقاء الآخرين ولكن إذا نظرنا إلى مثل هذه السلطة الكبيرة أو السلطة الجبارة التي أعطاها المنظم لدائن شركة التضامن ألا يمكن أن يتعسف هذا الدائن في معاملة أحد الشرقاء نظرا لوجود خلافات أو خصومة شخصية مع أحد الشرقاء فيتعمد أن يطالبه هو وحده بكامل ديون الشركة لكي يعجزه أو لكي يكايدة في هذا الشخص أو لأسبب أو لآخر نعم يتصور ذلك لذلك نجد أن المنظم السعودي قد اشترط شرطين حتى يستطيع دائن الشركة التضامن أن يطالب أحد الشركاء المتضامنين بكامل الدين في أمواله الخاصة هذين الشرطين هما واحد الإعذار اثنين أن يكون الدين محقق فما المقصود بالإعذار وما المقصود بكون الدين محققا المقصود بالإعذار هو إعذار الشركة بالوفاء أي مطالبتها بالسداد وامتناعها عن ذلك في معاد مقبول يحدده الدائن حيث أن الشرقاء مسؤولون عن ديون الشركة كغفلاء متضامنين وليس كمدينين أصليين فالتزامهم يقوم في حالة كون الشركة مدينة والتزام تبعي وليس التزام أصلي فلا يمكن مطالبة الكفيل قبل مطالبة الدائن وهذا أمر طبيعي الشرط الثاني أن يكون الدين محققا فما المقصود بكون الدين محققا المقصود بكون الدين محققا أي ثبوت الدين في زمة الشركة سواء بإقرار من مدير الشركة أو بقرار من الجهة القضائية المختصة وأن لا يكون هذا الدين متنازع عليه بأي شكل من الأشكال سواء كانت منازعة قضائية أو إنقار الشركة لوجود هذا الدين أو عدم ثبوت مقدار الدين فمقدار جزء منه سابت وجزء منه غيره سابت ففي هذه الحالة إذا توافر هذين الشرطين يجوز لدائن الشركة أن يطالب أحد الشرقاء بالوفاء بكامل الدين العزي على الشركة أما إذا لم يتوافر هذين الشرطين فلا يجوز له مطالبة أحد رقاء بكامل الدين الذي على الشركة